سيادة رايس كيف هي قلقة؟ الدنيا مقلوب علينا لحتى الأمريكان مستقيم وهيلاري كلينتون طلعت تكلمة تعالناً في اللي حصل كل دي ردود فعلي متوقعة من كافة الأطراف إحنا بقى هنثبت على موقفنا وهنعلم أن كل الدماء اللي سألت المالح كانت لمتظاهرين سلميين أبرياء وإن اللي حرك دا كله كانوا رجال الحزب الوطني وافلوا للنظام السابق وكل من تمت تسميتهم بالطرف التالت وإن إحنا لدينا الأدلة على أن ما عدس من عنف كان ممول وإن بعض المعارضة الحالية كمان شاركوا في أعمال العنف دي وسيادتك بتعزي كل أهالي أشهداء وبتواسي المصابين اللي تعرضوا لكل ده لبجرد أنهم كانوا يدافعون عن حقهم الطبيعي في التعبير عن دعمهم للشرعية أنا أعتقد أننا محتاجين نبعث رسالة تهديئة للأمريكان كل أجازة الدولة محتقنة يعني المستشارين الباقيين استقالوا حتى رئيس التلفزيون استقال الأظهر أصدر بيان شايف عشاننا متص حالة الاحتقان دي نقول إن السيادتك زي ما قال الأمريكان هتدهوا الحوار وطني لكل الأطراف تعالوا نتكلم رفضوا يبقى هم اللي مش حابين الحوار وفقوا هنروح ونجي معاهم عشان نكسب وقت أحسن أنا متفق مع كلام الدكتور عصام جدا خصوصا لو ركزنا على إن الديمقراطية هي نزرع على رأي الأغلبية وإننا في النهاية مش هنرضي الكل وكده كده الأقلية مش هتمشي كلامها على الأغلبية نسبة دكتور إحنا حققنا بفضل الله نصر عظيما بارح هما كده كل شاف قوتنا وقدرتنا لإيه ده كمان؟ ده تصريح لوكالة الشرق الأوسط على سين قائد الحرس إن تواجد قوات الحرس الجمهوري في محيط قصر الرئاسة منذ صباح الخميس يهدف إلى الفصل بين المؤيدين والمعارضين للرئيس والحيلولة دون حدوث إصابات جديدة وأكد أنه يوجه رسالة إلى الشعب المصري وهي أن القوات المسلحة على رأسها قوات الحرس الجمهوري لن تكون أداة لقمع المتظاهرين كما أنه لن يتم استخدام أي من أدوات القوة ضد أفراد الشعب المصري يعني إيه؟ أنا شايف إن ده تصريحها دي يا سيادة الرئيس ولا كمان سيادتك شايف كده؟ لا عاليس لا أنا بسرعة شايف إن ده اعتراف ضمني بقوتنا وبقدراتنا وبالوضع الجديد ودي بحاولة بس لحفظ ماء الوجه مش أكثر إحنا بعد إذن سيادتك نشوف حد من المساعدين يعلن إن سيادته هيلقي كلمة هامة أليست هذه هي الديمقراطية؟ بعض هؤلاء المستخدمين للسلاح الممارسين للعنف بعضهم من المستأجرين مقابل مال دفع لهم بعض المتظاهرين اعتدى على سيارات رئاسة الجمهوري فوقع هذا الاعتداء على العديد من هذه السيارة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر